ما تقول الحكومة السودانية والشعب السوداني صحيح من أن هذا القرار ليس عاملاً لسودان وليس تأميناً لدارفور وإنما هو احتلال ويتجافى القرار كل الأوضاع في دارفور والتحسن الذي طرأ فيها والتحسن الإنساني ويتجافى كذلك عن دور قوي جداً قاموا به للاتحاد الأفريقي في التوسط بين الفرقاء المختلفين وفي الوصول إلى تسوية ويتجافى كذلك عن دور القوات الأفريقية على الأرض في دارفور الحكومة السودانية لن تتقف مرتفعة الأيدي إذا كان هناك من يخطط لإدخال القوات بالخوة فهنا معناه الترتيبات والترتيبات لن تقال في المتوسط صحيح لكن في تقديرنا أن هذا أيضاً هو نوع من التهويش والمحاولة الظهور أمام الشعب الأمريكي بأن أمريكا قوية ولن تمنعها موافقة السودان من عدمها ترجمة نانسي قنقر